بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتحدث في هذا الفيديو عن مسألة في غاية الأهمية مهمة جدا يعني سواء على المستوى الاجتماعي أو على مستويات أخرى يعني المستوى العلاقة بين القادة مثلا والجماهير على سبيل المثال العلاقة بين المسؤول والمسؤول عنه العلاقات الإنسانية كلها وحث الإسلام على صلة الرحم وصلة الرحم هذه طبعا هي تشملها أيضا مسألة الاتصال بالآخرين الاتصال بالآخرين عبر وسائل مختلفة المهم اليوم نريد أن نتحدث عن فن الاتصال ما هو فن الاتصال؟ فن الاتصال هو عبارة عن وسائل وطرق لإيصال المعلومات والمشاعر إلى من؟ إلى الآخرين عبارة عن وسائل وطرق لإيصال المشاعر والمعلومات إلى الآخرين لأن الإنسان بطبعه اجتماعي يعني تخيلوا هل يستطيع الإنسان أن يعيش وحيد بدون اتصال؟ بدون اتصال بالطبيعة؟ بدون اتصال بالآخرين؟ يعني تخيلوا إنسان في سجن مظلم يعيش فيه لوحده لا يوجد عنده أي وسيلة من وسائل الاتصال وطبعا هذا حدث للكثير من الناس وحدث أيضا لإمامنا موسى بن جعفر الكاظم عليه الصلاة والسلام حينما قضى فترة طويلة من حياته في السجن وحيدا ولكنه يختلف هو إمام معصوم وكان على اتصال مستمر بالله عز وجل اتصال مستمر برسول الله صلى الله عليه وآله اتصال مستمر بواسطة الملائكة والوحي وغيرها لم يكن وحيدا لم يكن وحيدا على الإطلاق ولم يعاني من انقطاع الاتصال أبدا على الإطلاق كان في صلاة دائمة وذكر دائم وكان في صيام دائم وعلى اتصال دائم كما قلت لكم بالله عز وجل يعني أنا لا أريد أن أخرج عن الموضوع فن الاتصال فن الاتصال له أهمية بالغة جدا جدا ومن وسائل فن الاتصال من وسائل فن الاتصال يعني الوسيلة الأولى هي اللغة لا يمكن لكم أن تفهموني وأفهمكم بدون لغة اللغة هي وسيلة الفكر ووسيلة الأدب ووسيلة الفن الاتصال بالآخرين الوسيلة الأولى هي طبعا ويختلف الناس باستخدام الوسائل بالنسبة للغة هي الوسيلة العامة لجميع البشر الناس لجميع الناس وحتى الحيوانات وبعض الكائنات الأخرى لديها وسائل لغوية للاتصال ببعضها البعض وهذه اللغة لا يمكن أن تكون فقط عبارة عن كلمات من الممكن أن تكون عبارة عن إشارات أو حتى رائحة تعتبر اللغة وأيضا في بعض الحيوانات توجد يعني اتصالات تشبه الاتصالات اللاسلكية فيما بينها وتستخدم وسائل أخرى أيضا للاتصال لكن وسائل الاتصال الأخرى غير اللغة مثلا نشر الكتب مثلا إنسان يكتب كتاب وينشره هذه وسيلة من وسائل الاتصال بالناس الإعلام وسيلة من وسائل الاتصال لغة الجسد وسيلة من وسائل الاتصال الاجتماعي وسائل الاتصال الاجتماعي الحالية التي نمارسها نحن هذه أيضا وسيلة من وسائل الاتصال بالنسبة إلى لغة الجسد لغة الجسد يعني أيضا تعتبر وسيلة من وسائل الاتصال من الممكن أن تتحدث مع شخص آخر من خلال العيون عينيك وعينيه أو عينيك وعينيها وكذلك من خلال السمع وإلى آخره فوسائل فن الاتصال كثيرة جدا ويهمني في هذه الحلقة أو هذا الفيديو أو هذا الاتصال فن الاتصال بكم يهمني أن أضرب أمثلة على أولئك الذين يمارسون فن الاتصال بأفضل طريقة ومنهم الذي تميز في هذا المجال هو آية الله العظمى السيد كمال الحيدري السيد كمال الحيدري أصبح مثالا يقتدى به في هذه الناحية يعني الرجل عالم كبير ووقته ثمين جدا وقضى حياته المباركة بالعلم والدرس والذكر والعبادة والتقوى والاتصال بالناس والجماهير واستخدم كافة وسائل الاتصال من أجل الاتصال بالناس ومشاركتهم همومهم وأفراحهم وحل مشاكلهم والمساهمة معهم في الكثير من القضايا المهم أنه قام بالكثير في هذا المجال لديه آلاف بل ربما عشرات الآلاف من المحاضرات المرئية والمسموعة والكتب والمقالات والاتصالات عبر وسائل التواصل كالهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي بمقدور أي إنسان في أي بقعة من العالم أن يتصل بالسيد كمال الحيدري وهو يخصص وقت للاتصال بالناس كل يوم يعني مع مشغوليته الكبيرة ومسؤولياته العظمى ومع كل ذلك هو يعني في منتهى التواضع وفي منتهى الإنسانية ويجيب على أسئلة الناس ليس فقط الأسئلة الشرعية والفقهية بل حتى يمكن أن يناقش معك القضايا السياسية والقضايا الأدبية والقضايا التأريخية أنا اتصلت به مرات عديدة وأجاب على اتصالي واتصلت به من خلال الإيميل ومن خلال وسائل الاتصال الاجتماعي يعني الرجل لا أدري كيف أصفه متميز جدا بالنسبة إلى الوسط العلمائي الحوزوي هو يعني الرقم واحد في ممارسة فن الاتصال بالشكل الصحيح والشكل المفيد وبغزارة كبيرة والمثال الثاني طبعا أولا أحب أن أنوه إلى هذه النقطة أرجو من أخواني الذين يشاهدونني ويستمعون لي أنه لا توجد لي علاقة مع آية الله العظمى السيد كمال الحيدري حفظه الله وأطال عمره لا توجد بيني وبينه علاقة تختلف عن علاقة الآخرين علاقة المؤمن بالمؤمن يعني ولا توجد لدي يعني مصلحة شخصية في عرض هذا الموضوع والتطرق إلى اسمه في هذه المحاضرة وإنما فقط أردت أن أضرب مثال على موضوع فن الاتصال وكيفية ممارسة فن الاتصال المثال الثاني الذي أعرفه هو الشاعر الكبير الشاعر العراقي الكبير يحيى السماوي تميز يحيى السماوي ليس فقط في شعره يعني وفي أدبه العالي يعني الذي وصل به إلى درجات عالية جدا حتى إنه أصبح شاعر العراق الأول وشاعر العرب وهو كبير بمستواه الشعر والأدب ليس فقط هذا وإنما تفوق خلقه العظيم وخلقه الجميل على شعره يعني هذا الرجل لديه خلق لم أرى مثله أبدا يتصل بالناس ويعني لا يستنكف من الاتصال بالناس تراسله تطلب منه شيء يعني كان يرسل لي دواوينه الشعرية من أبعد بقعة في الأرض ويرسل لي اهتمامه ويسأل وعندما تتصل به يجيب عليك وهو أيضا يمارس يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال أفكاره الأدبية والشعرية والسياسية ومشاعره الاجتماعية وغيرها وتصل إلى يعني مسامع الملايين على وجه الأرض وترجمت أعماله الأدبية والشعرية إلى عشرات اللغات ويعني لديه دواوين كثيرة فالرجل أصبح كبيرا في تواضعه وأصبح كبيرا في أخلاقه تلك الأخلاق الإسلامية المحمدية العربية الأصيلة أخلاق الكرم والشجاعة وأخلاق التواضع وغيرها وغيرها أيضا الشاعر يحيى السماوي استخدم كما قلت لكم فن الاتصال بكل ما لديه من قدرة ومن وقت ومن تفن في هذا المجال أما بالنسبة للقادة العرب الآن نريد أن نتحدث على مستوى السياسيين السياسيين العرب على وجه الخصوص القادة العرب الملوك الرؤساء الوزراء رؤساء الأحزاب رؤساء التيارات السياسية في جميع أنحاء الوطن العربي لا يفهمون فن الاتصال ولا يمارسونه يمارسونه وهذا خطأ كبير هذا خطأ كبير ونقص في القيادة ولكن المشكلة ليست عند القادة العرب السياسيين فقط وإنما أيضا عند الفنانين والشعراء والأدباء والذين أصبحوا مشهورين بعملهم الفني أو الأدبي أو غيرهم هؤلاء لا يمارسون فن الاتصال وفن الاتصال ضروري جدا وهو فن قديم جدا وهو أيضا يعني يعتبر من طبيعة الإنسان ويعتبر أيضا في فطرة الإنسان فن الاتصال في فطرة الإنسان وأنا في هذه الحالة أشك في فطرة هؤلاء أشك في فطرتهم لا أعتقد أن لديهم الفطرة الإنسانية هؤلاء القادة السياسيون والقادة الأدبيون والكتاب والشعراء طبعا ليس جميعهم ولكن النسبة العالية منهم أنا ضربت لكم مثال يعني الشعر يحيى السماوي مثلا يعني متواضع ويتصل بالناس ولكن الآخرين ليس جميعهم بل بعضهم لا يمارسون فن الاتصال ولا يعرفون فن الاتصال وأعتقد أن عليهم أن يدرسوا فن الاتصال لأن فيه فوائد جمة وأيضا فيه يعني فيه ثواب كبير بالنسبة إلى القادة الآخرين في العالم سواء كانوا فنانين أو كتاب أنا على اتصال بكتاب كبار في العالم يعني كتاب في الولايات المتحدة الأمريكية وكاتبات ورؤساء دور نشر وناس أغنياء وناس مشهورين ومعروفين وفنانين على اتصلت بهم بكل سهولة وأجابوا على اتصالي أيضا واتصلت مثلا بالرئيس الأسبق جورج بوش الإبن فيما يخص قضايا البيئة يعني كتبت له رسالة فيما يخص قضايا البيئة وأجابني على رسالتي وأرسلت رسالة إلى رئيس وزراء الدنمارك عندما زرت الدنمارك وأجابني بنفس اليوم حول أمور السياحة في الدنمارك يعني الدنمارك العاصمة كوبنهاجن عندما تدخل إلى العاصمة كوبنهاجن تدخل إلى تدخل في متحف فني تحفة فنية رائعة المدينة عبارة عن تحفة فنية رائعة فأعجبتني المدينة كثيرا ورأيت بعض الأشياء التي تخص السياحة هناك في الدنمارك في كوبنهاجن فأحببت أن أكتب رسالة عن طريق الإيميل إلى رئيس الوزراء الدنماركي وتفاجأت أن بعد ساعات معدودة رد على رسالتي وحولني إلى وزيرة الفنون لا أتذكر الاسم تماما وزيرة الفنون والسياحة والآداب شيء من هذا القبيل وقال لي اتصل بها وكتبت لها وردت علي وهكذا استمر الأمر يعني اتصلت بوزير الدفاع الأمريكي الأسبق وأجاب على رسائلي لماذا حكامنا وقادتنا السياسيون وفناننا الكبار وشعراءنا الكبار يعني أنا عندي صديق شاعر عندي صديق شاعر كان أحد أصدقائي وبعد فترة أصبح مشهورا شاعر شعبي وأنتم تعرفون الشاعر الشعبي يشتهر بسرعة في العراق أصبح مشهورا يعني لا يجيب على رسائلي لسنين طويلة أنا فقط كنت أود أن أسأل عنه وعن أحواله وصحته لست بحاجة لا إليه ولا إلى غيره والحمد لله رب العالمين الذي رفعني بتواضعي كما رفع الآخرين بتواضعهم ومحبتهم للناس وأخلاصهم للناس المهم فهؤلاء لا يعرفون فن الاتصال ولا يمارسونه عليهم أن يمارسوا فن الاتصال وأن يستفيدوا من ذلك يعني أسألكم بالله عليكم ألا يستطيع ألا يستطيع مثلا رئيس الوزراء الفلاني أو الوزير الفلاني أو الملك الفلاني أو المسؤول الفلاني أن يضع عشرة من الموظفين أصحاب الشهادات العليا يقرؤون رسائل الناس ويفرزونها ويغربلونها وإذا رأوا بعض الرسائل فيها فائدة يقدمونها لرئيس الوزراء أو للوزير يطلع عليها ويراسل ذلك الشخص يعني أنا كنت في فترة من الزمن في التسعينات رسلت السيد محمد باقر الحكيم قدس سره رسلت مكتبه قلت له سيدنا لماذا لا ترسلون رسائل إلى الوجهاء والزعماء ورؤساء العشائر الموجودين في خارج العراق حاليا والذين هم يشكلون القاعدة الشعبية الكبرى للمعارضة ضد النظام صدام حسين لماذا لا ترسلون لهم رسائل ترسلون لهؤلاء الناس الوجهاء رسائل من جنابكم لكي تكون يعني وسيلة من وسائل الترابط بينكم وسيلة من وسائل الاتصال هؤلاء سيفرحون بهذه الرسائل ويفتخرون بها وأيضا هذه ستفيد حركة المعارضة وتوحد الناس إلى آخره الرسالة كانت طويلة طبعا لم يأتني جواب حول هذه الرسالة لا أدري هل إنها لم تصل أو شيء من هذا القبيل لا أريد أن يعني أتهم أحد أو شيء ولكن الرسالة جوابها لم يصلني وأنا أقول الآن وأحث أحث جميع الحكام والملوك وأحث خاصة المسؤولين السياسيين في العراق الكبار منهم والصغار كل مسؤول في الدولة العراقية يتلقى الرسائل من الناس ويرد عليها بشكل رسمي يعني رسالة رسمية تصل إلى المواطن تجيبه على أسئلته إذا كانت لديه أسئلة وتحيطه علما بما يجري وهذا سيساعد كثيرا في تقليل الفجوة الحاصلة بين القيادة السياسية والاجتماعية في العراق وبين الجماهير يعني القيادات السياسية والقيادات الاجتماعية على ماذا تعتمد تعتمد على الجماهير إذا انقطعت علاقتها بجماهيرها كيف تستطيع أن تنفذ أهدافها وغاياتها ومخططاتها التي ترمي إلى مثلا تطوير البلد على سبيل المثال وتطوير الأول أول شيء هو أن نقوم بتطوير العلاقات بيننا وبين الجماهير ومن أهم وسائل ومن أهم وسائل تطوير هذه العلاقات هو ممارسة فن الاتصال وفهم فن الاتصال و إعطاءه أهمية بالغة جدا هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي على خير إن شاء الله تعالى وفي أمان الله حفظكم الله ورعاكم في أمان الله عزائي ترجمة نانسي قنقر